هل احنا اصلا في مصر نقدر نعمل السيستم ده؟ يعني مدى ما روح لألمانيا أو شركة ألمانية أقول لا أخلاص عاملونا؟ من أقوى الـ IT في العالم كان أفتكر كان الهنود والباكستانيين والمصريين صح تمام؟ المصريين الفرق بينهم وبين الهنود والباكستانيين أنا بكلم حتى في الشغل في الأمارات إن مرتباتهم الباكستاني بتاعهم عالية مرتباتهم أعلى فهم كانوا بيلجأوا للجنسات الثانية عشان بس المرتب لكن المصريين موضوع سهل أصلا في الآخر تاني تعال بكرة هنجيب واحد برو جرامر هيخد وقت شوية الموضوع هيخده 3-4 شهور تكلفته تتعدى لأننا أنا سألت على الفكرة على الموضوع ده تتكلم في 30 ساعة شغل كان ساعتها حسبه الساعة مش عارف 5 دولار يعني لما لقيت إن أنا أقدر أعمله يكلفني 250-300 ألف جنيه فقرأي من الرقم اللي هتدفعه مع الشركة الألمانية بس خلي بالك أنت هتبقى صاحب أنت التاني هتدفعه في السنة فأنت هتبقى صاحب السيستب ده اللي هو يبدأ الاشتغال معك إلا ما لنهاية وممكن تبيعه آه دي قصة تانية صح أو لغلق تبيعه كمان لدوريات في أفريكي لدوريات في أفريكيات تجيب تكلفته في موسم هيل دي فكرة تانية عبكرة يا جد